السلام عليكم اليوم عنا التحدي السؤال والجواب اللي عملنا هون حطينا اسئلتكم اللي جاوبتوا عليها على انستغرام بشكل MS شوفوا كيف عن قريب شكلهم فأختي حطتهم بشكل عشوائي وانا بالوقت هذا كنت عم بحمي فهون اللي حيصير يا اما حيكون في سؤال من اسئلتكم وحيجاوب عليها بتلاتين ثانية او حيكون في تمرين وحعملوا لمدة عشرين ثانية على البولوبور هناك او وهذا الخيار اللي انا بدي اياه عشان احنا في رمضان حيكون في بريك اللي مدتها عشرين ثانية هلا اكتر اشي موجود بين اللي وراء هي التمرين ثاني اكتر اشي هي الاسئلة واقل اشي موجود هي البريكس فخلينا نشوف يعني قديش هتاخدني عشان اجاوب على كل اسئلتكم في عشر اسئلة هون ما بعرف شو الترتيب خلينا نبدأ على السريع باول وراء بسم الله حاخد هاي اوكي حلو اول سؤال لو ما كان في تيك توك شو كنت رح تكون صراحه سؤال شوي صعب لانه حمدلله حياتي كلها متمحورة حوالين تيك توك يمكن لو ما كان موجود تطبيق كان ضليتني في مجالي اللي هو هندست الكمبيوتر بصراحه ما بعرف اذا كنت هكون هل قد مستمتع في هداك المجال فبصراحه بشكر ربنا وبح نضربنا انه تيك توك دخل على حياتي ودخل على العالم بشكل عام هذا هو اول سؤال خلصنا منه اوكي بوش اوبس عشرين ثاني وقت البوش اوبس شايفين ليش هالتحدي اوكي السؤال الجاي بوش اوبس مرة تانية ناخد الازرق كيف الانسان بيموت هو عايش في ممكن نقول وجهة نير نظر بالنسبة الي اول وجهة نظر يكون قلبه ميت لما يكون قلب ميت معناته انه الدين مش موجود عند هذا الانسان ثاني اشي اللي هو الانسان عم بيقضي حياته بشغلاتي اما هو عارف ان همائلها معنى او شغلاته ومش مستمتع فيها فعشان الوحد يتفاضي هذا الموضوع برأيي يركز على موضوع الدين يتأكد ان هو ما ينسى يتأكد ان هذا يكون جزء اساسي من يومه وحياته وبتاني اشي داما تحاول انك انت تدخل للشغلات اللي بتحبها وتستمتع فيها فكل اشي بتعمله فهه هي ايجابتي اوكي نكست ناخد شنوبس لاتسكو الوقت بسرعة بدو ما نوقف بحدي صعب يا جماعة اه بروشة بس اه اوه في الترتيب العشوائي هاد عم بيبهدلني اوه خلص الآن الحمد لله الحمد لله ناخد من الاس اخر رح تاخد منها زرعة اوه مي جود شنفس طبعا انه خلصت الاسئلة قبل ما اعمل الثمارين خلص خلص زرعت لو انتم محلي شوفت اختاروا اه اوكي مع او ضد المواساة بين الرجل والامرأة هلأ شوفوا موضوع المواساة انا مع لازم الامرأة ان يتأكد انه هي حقها مش مظلوم لازم يتأكد انه يعني الناس هتعملها بطريقة الصح بس نفس الوقت فيه موجة وترند طالع انه الامرأة حقوقها اكتر من الرجل او الرجل ما له داعي في المجتمع بكره هذا المنظار لانه بحس انه هيك لا بطلنا بنحكي عن مساواة صار نحكي انه حدا احسى من حدا ما حدا يعني ما حد جاب هاي السيرة فبالنسبة لي نركز عن موضوع انه الطرفين يكون تعملهم تعمل مزبوط ما حد ينظلم بس نفس الوقت ما بنحكي عن حدا انه له داعي وما له داعي وجهة نظر شخصية وللعلم انا صح كتبت الاسئلة يومنا رتبتهم بس كتبت خمس اسئلة على الازرق وخمس اسئلة على الزهري بس ما بعرف شو الازرق وشو الزهري اللي عليها الاسئلة اوكي حلو لماذا لا نرضى دار هي فيه شغلة في الحياة واحد لازم يعرف يحكي الحمد لله على كل اشي بيصير معه لما بنتعود على كلمة الحمد لله في حياتنا شو ما صار اشي منيح اشي عاطل بتحس تلقائيا تشعر بالرضا اكتر حياتك بس لما نتعود انه الحمد لله ما تكون يعني على سانة باستمرار لما بكون فيه شعر بالفراغ من جوا الواحد بنسى النعم اللي 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 انعمها عليه فلماذا نشعر بالرضا يعني انه ما منقول الحمد لله كيفاءة هاي اللي بعيدة عم بتنادي علي متخبي أوه حمد الله بريك أوه بريك كم سؤال سرنا مجاوبين؟ خلص الوقت هاي اللي بننص هل من الجيد انه يكون عنا خيارات نختار منها؟ من ناحية سيكولوجية برأيي اه لانه الواحد يحس انه ما علي ضغط كتير بس بنفس الوقت في عنا احنا سيناريو هين يأم يكون في كتير خيارات ويصفي في كتير خيارات ومش عارفين يختار منها أو ما عنا اي خيار هلا الحلو لما ما يكون عنا اي خيار هاي حالات نادرة ممكن هاي علامة من ربنا انه بدنا نمشي في اتجاه معين في حياتنا باتجاهه وكاتبه لنا طبعا كله مكتوب بس هدا الاتجاه يمكن احنا ما كنا مفكرين فيه ولله لما يكون عنا كتير خيارات يمكن واحد وقتها بيصير يحكي يا الله ليش عندك كتير بحس انه صار ديس ادفانتج يعني صار هذا الاشي عبق عليه فالاجابة هي اه او لا حسب المنظار حسب نطاق الامر اه 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 بولابس شكلنا جوابنا على ازرق اكتر منها زهري خلنا اخد زهري هاي شوفوا كيف مدفونة تحت الازرق شكلها اوه شنبس دور الازرق او مي جود بولابس هلكت جماع هلكت مش كنا مش عم بعد كم جواب جوابت عليه او كم سؤال جوابت عليه فعم بعز وحامي هلكت هلكت هكت عادر يا جماعي اوه اخر واحدة خلصوا لأك ليش منختلف عن اباؤناك وليش دائما في صراعة ما احد عم بيحكي عنه وجهة نظر شخصية الاباء عندهم صورة او فكرة لكيف دهم يخلوا اولادهم يكبروا كيف دهم ياهم يكونوا بس بالمستقبل الابناء من نفس الوقت عندهم صورتهم لحالهم ونظرتهم لحالهم وكيف هم حابين يكبروا فماذا يصفي عندك اتجاه الاباء واتجاه الابناء كل واحد مرات مش دائما بس بعض الأحيان بمشوا في اتجاهات معاكسة من هم يصفي في خلاف لانا في اختلاف بالاتجاه الابن بدي يروح بطريق والاب بدي يروح بطريق تاني بدي اقتراحاتكم عنا هدو اه 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 شو بدك اخر الكلمات في حياتك انها تكون بصراحة يعني الواحد من السهل يقول الشهادة وهذا فعلا اجابة طالع من قلبي بس الواحد ما يفكر في الموت سبحان الله وقديش ممكن يكون في اشياء عم بتصير من مرض لناس موجودة حواليه لظروف صعبة او غير متوقعة فعلا صعب الاشي يعني صعب ان الواحد بالرغم من كل هذا يكون اخر اشي بحكيه في حياته هي الشهادة اشهد ان لا اله لله اشهد ان محمد العبدوه ورسوله فيا رب يرزقنا قوة الايمان حص الخاتمة وتكون فعلا هاي هي كلماتنا الاخيرة ويعطينا القوة انه بالرغم من كل الشغلات الممكن تشوشنا في هذه اللحظة ننطق بالشهادة الجماعة بدنا نشوف كم سؤال بلاش ما انا خلصت نص الاسئلة او كلهم انا عم بساوي ناخد ازرق بلوس عشرة ثواني اوكي ناخد بريك سريع ونعد الاسئلة كل هدول تمارينيا يا جماعة سبع اسئلة معناته ضايل ثلاثة ضايل ثلاثة ضايل ثلاثة اذا من الغش ضايل ثنين من الازرق واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اوكي اتنين من الازرق واحد من البيك سوري عقلي شوي اتنين ازرق واحد احمر هذا الحاله عم بيحول انه ما يلصبت انتباهي بريك اوكي الحمدلله هيا نشوفكم بعد عشرين ثاني خلصنا بريك ناكس 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 ما عندي احساس هدا سؤال يس ايش بخليك مبسوط بالحياة ايجابي صريحة رضا امي ورضا اهتيتاتي يعني تحس انه لما يكونوا فعراضين عليك من قلبهم الحياة بتفتح ايكا بتفتح ايديها ايك فهذا الاشي طبعا بفضل ربنا يعني بس رضاهم بتحس انه طريق كيف احكيها يعني واحد من الطرق الاضافية الواحد يربط علاقته بعلاقة ربنا يعني ان شاء الله يكسب رضا ربنا كمان فهي ايجابي صريحة بالنسبة لي ناخد فاصل قصير عشان ما اني اسبح اوكي اخفهم هنا خفصنا اخر سؤال زهري يعني هلنا بنركز على الازرق هعطيكم انا حصة بكرة هاي المادة على فكرة بس عندي احساس واحد من الاسئلة حكون هذا الطرف او لا السؤالة تانية حكون من هذا الطرف فبناء على الستاتيستيكس ها بين هدول التنين الله يجعلنا من اهل اليمين اوكي اوكي انسوا الحصة استاتيستيكس هاي عن عشاء ثواني العشاء ثواني وهل كيف في عورا عم بالطير يا جماعة علم للم اذرق اذرق أذرق حلو سؤال هل ممكن يكون في خير بدون شر سؤال عميق برأيي لا لأنه لو هذا الإشي ممكن كان تحت الظروف الصحيحة والعوضاع الصحيحة كل حدا فيه خير وما في ولا ندفة شر لما نطلع على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أو حتى على الخلفاء الرشدين لما كانوا هم يعني الخلفاء على المملكة الإسلامية لسه كان فيه شر مع أنه هدولة يعني لوحد لما يفكر فيها كطادة أحسن ما يكون فبالنسبة لي لا إلا ما يكون فيه شر يمكن هذا الانتحان وابتلاء من ربنا نشوف إحنا كيف حانت يعني يتعامل مع الوضع بس للأسف ما أظن حيكون فيه خير بدون شر في أي زماعة آخر سؤال ترونوا بستعرفوا وأنا بجاوب حاسس زي اللحاتم سكر عدني يعني أنا سامع صوتي من جوة أكتر فرح كيش غريبة أزرق 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 أوكي خير الأمور عوسطها بريك أوكي بالبريك حالي بدي أختصر البريك عحالي نرجع على حصة جربنا هذا نلوص ما زبط معنا ديش ضايل لا 15 ثانية ضايل آه خلص الوقت مبارك كل ما فيكي فوق تحت فوق تحت دائما نمبر ون فوق آخر سؤال أسوأ شي لما يتغير الإنسان عنده فوات الأمان كيف ممكن نتصرف مع هذا الوضع أجل فيه اتجاهين ممكن يفكر فيه لو الإنسان اللي إحنا عم نحكي عنه هو شخص تاني بنصح أنه ما نعلق طرارات مهمة في حياتنا بتغيير الآخرين لأنه إحنا ما منقدر دائما نتحكم في غيرنا أو كيف نغير غيرنا ولكن إذا هذا الشخص اللي بتغير بعد فوات الأمان هو إحنا لازم نحاول نعود حالنا نكون مرينين مع الظروف المتغيرة ونتغير معاه بدلاً ما نستنى الظرف فيه خلص بعدين إحنا نتغيره فحسب إحنا نحكي عن حال ثاني ولا عم نحكي عن حالنا وهيك وكل خلص الوقت خليل نوريهم بالتايمير خلصنا آخر سؤال فقط عشان نتأكد حنكشف باقي اللي وراء بلوبس ما حنعمله تشينوبس ما حنعمله بلوبس تشينوبس عادة كله كل هذه التمارية نتغير تشينوبس تخيلوا نحني استخدمت الستاتيستيكس بلوبس تلعب سؤال حسبتهم غلط أوكي لو قدامك فرصة تحكي اشي وكل العالم تسكت وتسمعك شو بتحكي بصراحة يعني في ضغط كبير حاس حالي واقف قدام بوديمه دين وكل ستتفرج بس أساس كل شيء في الحياة هو الدين مهما حكينا عن الموضوع ما حنعم حنعم حنعطيه حقه فكل ما احنا تكهسلنا وتخاذلنا وتهاولنا في الدين كل ما حياتنا يعني عكسة هذا الاشي كل ما احنا شدان حالنا وتمسكنا كل ما ان شاء الله حياتنا هيك فداما بحب اذكر حالي اقوى فترات الاسلام كانت الاندلوس وكانت تحت حكم مثلا عمر بن الخطاب فهذا دليل على اشي غير طبعا القيادة بس فيه كمان دور الشعب وعلاقته بين رب فههي الاجابة اخر اشي هون فولوبس عشان صرت يعدون طلع في من هم اليوم شغلة ونعمل اخر جلسة فولوبس على السريع اخر اشي قبل ما نودع ثلاث دواني اوكي خلاصنا شمع اعنا ضيوف جايين معنا الافطار شوفوا السماء خلص غابة الشمس قريبة فلازم نركض جوه ببداية قبل ما ننصخ الدنيا انلم الوراء شكرا كتير لكم حضرتوا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا شكرا الاختي ايومنا اللي عم بتصور شكرا جزين شوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاني شكرا